داهمت السيول خلال الأيام الماضية عددا من الأحياء السكنية في محافظة لحج ما أثار قلق المواطنين من إنجراف منازلهم بعد أن تسببت الأمطار والسيول بإنهيارات في التربة وأضرار في البنية التحتية ونفوق عدد من الحيوانات السيول قوية يعني هدمت المنازل وهدمت الثروة الحيوانية وممتلكات سيارات من كل ما يلزم في هذه المنطقة كامل أي ولد تحت الخطر ومهددين في أي لحظة في أي حين بالخطر حصلت أن السيول قاتنا مفاجعة وداهمة فوق البيت وفوق الأطفال والمواشق فوق البوابير شوف قدامك ونعشد الدول إحنا وقات مخطصة والمقالس المحلي وخرجوا يشوفوا البيوت تحت الخطر حتى الآن نحن مهددين تحت الخطر مناطق الصبر والوهب وعبر بد في وادي تبن هي الأكثر تضررا من السيول ما دفع المواطنون لعمل حواجز ترابية للحد من تدفق المياه إلى منازلهم فيما مئات المنازل المبنية على أراضي زراعية وعلى ضفاف الوادي ما زال خطر السيول يهددها في أي لحظة لا سمح الله السيول مكانها اليوم الثالث والمياه غارة وراكدة بالمنطقة ورحنا منضررين من الحشرات والبعوض وثاني مهددين بيوتنا للسيول أكثر أغاية تقوم عسكرية من المواطنين تنقذنا من داخل البيوت أزغرنا تخرجها أغلب الوقت والحمد لله نجد المرة بالنهر لما يجيب السيل نتأدى أكثر لأننا ما تقدر تتحرك من البيوت والبيوت كلها بيوت شعبية ما عندنا بيوت كبيرة عمارات ولا بيوت كلها صغيرة تضررت بعض مساكل المواطنين في قرية عبر بدر نتيجة لتدفق السيول إلى القرية كاد أن يحصل كارثة لو لا تدخل المواطنين وقاموا بإنقاذ الموقف وحماية قريتهم نناشد القهات المعنية ينزلوا يشوفوا الأضرار التي حصلت في المنازل هذه منازل القاحس من تدمير من خراب تمام ولا زلنا الآن في أي لحظة في أي حين معرضين للخطر لأننا نحن على مشارف الوادي في ظل جريان الوادي وتواصل التدفق السيول يبقى الخطر قائما وما حدث من أضرار في هذه المناطق يستدعي تحرك الجهات المختصة بوضع حلول ومعالجات عاجلة لحماية مئات المنازل ومحاسبة المخالفين ووضع حد للبناء في ضفاف وقلب الوادي وعمل حواجي إسمنتية من شأنها أن تساهم في حماية المناطق والمساكن المهددة بالإنجراف على امتداد الوادي ترجمة نانسي قنقر